حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب في الستوديو بضيفي الأستاذ عاصم جلال الخبير في تقنية المعلومات والسيشارية العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في جي أند كي سيد عاصم مساء الخير أهلا بك معنا القتل والانتحار عبر البث المباشر عبر هذه الخاصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيف تحول فيسبوك من موقع للتواصل لساحة للجريمة وبث أبشع الجرائم عبرها؟ جزء أساسي من شبكات التواصل الاجتماعي أنها تدي فرصة للشخص العادي أن يتحول لبطل سينمائي فيه الشرير وفيه الطيب وفيه الوسيم وفيه كل الأبطال كل الأنوع وكثير من المستخدمين بيبحثوا على الانتشار والبطولة وما يصاحب ذلك من قد يكون أمرض نفسية أو حب ظهور أو حب الانتقام وما شابه يعني أصبحنا نشاهد أبشع الجرائم بشكل مباشر يعني التقنية ربما وضعها فيسبوك لغايات أخرى أصبحت تؤخذ بهذه الغاية ما مدى خطورة ذلك؟ والله هو التقنية من أول مخترعه أو الحجر يعني استخدام الحجر كأدوات استخدم للقتل كمان فدايما التقنية تستخدم في الخير والشر ده شيء معروف تستخدم في السرقة وبتستخدم في الحماية من السرقة ولكن الواضح أن اللي احنا بنشاهده دلوقتي هو الانتشار المبهر لجريمة بسيطة كان ممكن يراها بعض الأشخاص بيرها ملايين بل بلايين أحيانا الأشخاص في نفس الوقت فده طبعا البعد الانتشار الرهيب طيب هنا كما قلت هذا الحوادث من كلام حضرتك أنه ممكن أن تحدث في أي وقت إلا أن الفيسبوك ربما يجعل مشاهدتها بالملايين والملايين هنا نتحدث عن الرقابة أو هل من تقنية مثلا أو خاصية معينة عند ظهور مثلا الفيديوهات أو البث المباشر لبعض الجرائم تنبه فيسبوك مثلا أو تنبه حكومات الدول لا أدري إن كانت هناك تقنية من هذا القليل أغلب شبكات التواصل الاجتماعي تستخدم ما يسمى بالرقابة المجتمعية اللي هو أن حضرتك لما بتخش على موقع معين وتشهدي ما يزعجك فيمكنك أنك أنت تشيري أن هذا المحتوى قد يكون خطر أو مخالف لها عليم الموقع أو غير قانوني أو غير أخلاقي وهكذا ده عامل بشري اللي هو اللي بيكتشف القطأ عامل بشري واللي بيحدد إن كان شكواكي مناسبة أو غير مناسبة عامل بشري كمان التقنيات المستخدمة في ذلك تقريبا مش موجودة لسبب بسيط إن الحكم البشري على الأمور هو حكم دقيق يعني مثلا خليني أديكي مثال بعض الدول بتشوف مثلا إن الاستهزاء بالمقدسات مثلا شيء جزء من تعبير الرأي حرية التعبير في دول تانية المقدسات عندها شيء لا يستهزأ به أو لا يتم المساس به أبدا فحتى البشر بيختلفوا فيما هو مسموح وما هو ممنوع طيب لكن مثلا جريمة القتل الأخيرة عبر الفيسبوك للرضيعة من والدها والانتحار بعد ذلك تم حضرها بعد 24 ساعة كيف لا يمكن حضرها يعني بعد ثواني فقط من بثها؟ وهو ده وهو يعني لو النهاردة شخص داخل على مباراة كرة تعليق على مباراة كرة ورفض الفريق الآخر لأن هو مثلا فبياخد وقت ممكن يوصل عدد كبير من المشاهدين يرفضوا الفريق الآخر هل يستجيب موقع فيسبوك ويحزفه؟ لا ما بيحصلش فالعمل البشري بياخد وقت بياخد نوع من أنواع فرق الأوقات بين مكان ومكان بس طبعا الكلام ده غير مناسب في الأخطار اللي احنا بنشوفها النهاردة وبالتالي قد يكون واجب أن يحصل نوع من أنواع التنبيه بشكل مختلف يعني تقييم يعني يضاف حاجة تانية أن هي دي جريمة مثلا أو مش مجرد محتوى غير مناسب فيبتدي أن احنا نعمله فطبعا بتطرحين في حاجة شديدة لهذا الموضوع بس أنا أشك أن الحاجة دي هيتم إرضاقها عن طريق التكنولوجيا لأن التكنولوجيا في الآخر لا تستطيع التفريق بين القيم اللي بيستخدمها البشر التدخل هيكون تدخل البشر محطات التلفزيون بيبقى عندها تأخير معين في الإرسال وفي أثناء التأخير ده بيتم اتخاذ قرار إن كان قطع أو لا يقطع المحتوى على حسب اللي بيحدث نظرا لأن يوتيوب مثلا بيتم فيه ضخ ما يوازي عشرات من محطات التلفزيون في نفس الوقت يعني كأن محتوى بيعمله عشرات أو بالمئات من محطات فالرقابة اللي من نوع ده صعبة جدا مين اللي هيعمل الرقابة دي يعني أنا سؤالي أنه هل من التكنولوجيا ممكن أن تتطور إلى هذا الحد أم لا بد من عام البشر تكنولوجيا متطورة النهاردة إن أنا في مطار لو أنا حامل حقيبة وتركت الحقيبة وصرت مبتعدا عنها تكنولوجيا هتقرر إن ده الشخص ده حقيبة خطر هتتعامل معه لأن شرط واضح ومفهوم التكنولوجيا ممكن إنها أستبدل بها عامل البدالة وأسأل أسئلة وهي تجوابني وتوصلني للشخص المناسب ولكن أن أنا هتقرر إن ده برنامج رمضاني في مقالب أنا تقرر طبيعة ما يداع صعب لكن السؤال هنا عن الحضر يعني مثلا الحضر خلال 24 ساعة لماذا ليس هناك تنبيهات يعني من قبل شركة نفسها يعني عدم كفاءة طبعا ما فيش كلام عدم كفاءة في الإسلوب المعمول للحضر أكيد يعني الإسلوب ما قد يعتبر عذر إن كمية المحتوى اللي بيتم يعني لو نتخيل إن فيسبوك بيستخدمه النهاردة تقريبا 2 مليار شخص فإحنا بنتكلم إن هذا العدد الكامل هائل من المحتوى كم عدد البشر اللي محتاجينه عشان يعني شرط خلينا نحكي شوي عن الوعي الإلكتروني ربما أو الوعي التقني مدى وعي يعني شباب خاصة أو الشريحة التي تعتبر من أكثر استخداما لهذه المواقع بالاستخدام الصحيح بالمحظورات يعني استخدام تقني حتى الفيسبوك هو وسيلة فلو نفس السؤال بتاعك لو طبقته على السيارات كم وعي الناس اللي بتسوق السيارات من مخاطر القيادة واستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة بعض الناس بتتناول أشياء مثل قيادة بتفقدها وعيها كل كل هذه إن البشر معروفين إنها بقى فيه جزء بيستخدم الأداء بشكل خاطئ وجزء بيستخدمها بشكل مناسب لابد من وجود زي ما حركت تفضلتي وجود زوابط والزوابط دي لابد من وجود من يطبقها في العالم المفتوح اللي هو عالم الإنترنت وكذا الزوابط دي معدتش في يد حكومة بقت في يد شركات وهذه الشركات لازم تبص الموضوع ده مش بس النظرة المادية بس كمان النظرة المسئولية وفي نفس الوقت في عدد البشر اللي احنا نتكلم فيه اللي هو مليار و2 مليار مفيش شرطة في العالم بتزبط 2 مليار شخص مفيش دولة حجمها 2 مليار شخص صحب نعم أشكرك جزيلا على هذه المدخلة معنا سيد عاصم قلال خبير في تقنية المعلومات والسلشارية العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في جي أنكيش شكرا جزيلا لك